موسيقى تداولت مصادر عسكرية مطالعة تسلم القوات الجوية الامريكية اول طائرة هجوم خفيفة من تراز بيتشكرافت اي تي سيكس اي وولفرين ذات محرك واحد وصرحت الخدمة الامريكية في وقت سابق انها يمكن ان تحصل على ما يصل الى ثلاث من هذه الطائرات لدعم برنامج يعرف بالايربورن اكستنسبول ريلي اوفر هورايزن نتورك والذي يركز على تطوير بنية اتصالات ومشاركة البيانات من خفضة التكلفة لمساعدة الحلفاء والشركاء الذين يعملون معا بشكل افضل اثناء عمليات التحالف قد اعلن مركز ادارة دورة خدمة المعدات في القوات الجوية اي اف ال سي ام سي ومقره في قاعدة رايت باترسون الجوية في ولاية اوهايو عن وصول اي تي سيكس اي في السابع عشر من فبراير الفين وواحد وعشرين وتعتبر اي تي سيكس اي احد اصدارات من طائرة التدريب تي سيكس تيكسان تو التي تصنع شركة بيتشكرافت التابعة لشركة تيكسترون تم تكوينها للهجوم الخفيف ومهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع آي اس آر وتشغل القوات الجوية وكذلك البحرية الامريكية والجيش الامريكي بالفعل اصدارات غير مسلحة من طائرات تيكسان تو ولعل الاختلاف الاكثر وضوحا بين الاصدار اي تي سيكس اي والذي قامت شركة بيتشكرافت بتسويقه في الماضي باسم اي تي سيكس بي او اي تي سيكس اي او ببساطة اي تي سيكس وطائرات التدريب القيازية من تيكسان تو هي نقاط التعليق الستة السفلية والتي من الممكن تجهيزها بالقنابل والصواريخ المختلفة الموجهة بدقة وكذلك كابسولات الصواريخ وكابسولات الرشاشات وتتميز اي تي سيكس اي بمحطة اضافية تحت جسم طائرة والتي عادة ما تجهز ببرج استشعار يحتوي على الكاميرا الكهرضوية والاشعة تحت الحمراء يقال ان اصدار هذه الطائرة الخاص بسلاح جوي يحتوي على برج ويسكام ام اكس 15D والذي يتضمن ايضا محددا ليزريا من انتاج شركة ال 3 هارس ويتميز اصدار اي تي سيكس اي الذي استلمته القوات جوية بهوائي دائري بارز مثبتا في اعلى قمة طائرة يرتبط عادة بانظمة الاتصالات عبر الاقمار الصناعية وتتميز الطائرة بمجموعة فعالة من قدرات الاتصال مع اجهزة الراديو ARC 210 VHVUHVAES Encryption Satcom Iridium Cell Satellite Airnet Full Motion Rover Video GPS كما تمتلك الطائرة نفس جهاز الكمبيوتر الخاص بالمهمة على غرار ذلك الموجود في طائرات 18C التابعة للقوات الجوية فادوات التحكم اليدوية على دواسة الوقود واعتدت القيادة HOTAS المستمدة من تلك الموجودة في طائرات F-16 المقاتلة وكانت قيادة القوات الجوية AirCombat Command ACC قد حصلت على ما يصل الى 3 طائرات AT-6 لدعم العمل على برنامج Airnet في عام 2019 وهذا النظام يعتمد على هذا النوع من الطائرات بشكل اساسي وتجدر الاشارة الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يختبر فيها سلاح جهو طائرات من طراز AT-6 فقد اختبرت الخدمة هذه الطائرات في مناسبات متعددة كجزء من برامج مختلفة تمتد الى اكثر من عقد حتى الان وجاء قرار شراء وولفرين لاختبارات برنامج Airnet بعد جهد فاشل بدأ في عام 2017 الذي كان يهدف الى تمهيد الطريق لاقتناء مئات الطائرات الرجومية الخفيفة من خفضة تكلفة كان الهدف من هذا المشروع هو تقليل الضغط على اساطير الطائرات المقاتلة المتطورة وتوفير قوة نيران اكثر ثباتا ومرونة وارخصة تكلفة لدعم العمليات في البيئات الغير معقدة وضد خصوم ليس متكافئين كالهاجمات ضد قوات التمرد والحرب في افغانستان والعراق وغيرها وتعتبر بيتشكرافت 6 ديكسان 2 طائرة ذات محرك توربيلي واحد تمت صناعتها من قبل شركة رايثون ايركرافت التي اصبحت فيما بعد هوكر بيتشكرافت ولاحقا شركة بيتشكرافت ديفنسا وتم شرعها من قبل التكسترون افييشن في عام 2014 وهي طائرة تدريب تستند الى بيلاتوس بي سي ناين وحلت تي سيكس محل سيسنا تي تيري سيفن بيتويت اتابعة لسلاح الجو الامريكية وتيربو منتر تي تيري فورسي اتابعة للبحرية الامريكية يتم استخدام تي سيكس اي من قبل القوات الجوية الامريكية للتدريب الاساسي للطيارين وتدريب ضباط الانظمة القتالية السي اس او والبحرية الامريكية وسلاح مشات البحرية الامريكية لتدريب الطيار البحري الاساسية التدريب الاساسي والمتوسط لضباط الطيران البحري ان اف او وسلاح الجو الملكي الكندي سي تي 156 هارفرد 2 وسلاح الجو اليونانية والقوات الجوية الإسرائيلية القوات الجوية العراقية للتدريب الأساسي على الطيران وتعتبر تي سيكس بي طائرة التدريب الأساسي للطلاب الطيرين البحريين الأمريكيين ويتم استخدم تي سيكسي للتدريب من قبل القوات الجوية المكسيكية مع سلاح الجو الملكي والقوات الجوية الملكية المغربية والقوات الجوية الملكية نيوزلندية المواصفات العامة للتي سيكس تيكسن 2 بلد المنشأ الولايات المتحدة دور طائرة طائرة تدريب الشركة المصنعة تيكسترولاميهيشن الرحلة الجوية الأولى في الخامس عشر من يوليو 1998 تاريخ الاعتماد في الخدمة في 2001 تاريخ الانتاج 2000 حتى الآن عدد الطائرات المصنعة تزيد عن 850 عدد أفراد طاقم واحد السعر راكب واحد أطول 10.16 متر التساع الجناح 10.19 متر الارتفاع 3.25 متر الوزن الفارغ 2135 كيلوغرام الوزن الإجمالي 2858 كيلوغرام الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع 2948 كيلوغرام المحرك محرك مروحي تربني من طراز براتاند ويتني كاندا بي تي سيكس اي سيكس تي ايد بقوة 1200 حصان شافت السرعة المعيارية 510 كيلو متر في الساعة لا تتجاوز السرعة 586 كيلو متر في الساعة المدى 1700 كيلو متر سقف الخدمة 9400 متر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر